اسميتي عيسام القصة هذه الرواية لكم من السجن أهل لكي تخلص السجن؟ هذا ما الذي نقول لكم في القصة هذه القصة هذه الهدف الوحيد هو الاستفادة لأنني أنا اللي احترى صف هذا الموقف والقانون كان في البلاد والقانون يأخذ المجرى ما بغيت نبقى فيكم بغيت أي واحد لغيت نطل هذا القصة هذه يستفد مزيان يعرف المغزام من هذه القصة هذه وما حدث رصو في هذا الموقف المخزن ما كيدلمش والعادلة ما كيدلمش والقانون كي يأخذ المصير دياله ايوا سيدي أنا كنت واحد الراجل اللي ابو بنات كنت كان بغيت لبنات بزال يعني كنت نخرج معادي ونخرج معادي ونخرج معادي هذه مقدة تشير غارات نشوف أخرى ربي يسمح لي أنا كنت بحلقة من صغريا يعني ما عمني كنت زعما في دال ولا البنت وحدها ما عمني كنت أنا كنت هكك جاء واحدنا اللي خدمت فيه ندرت خدمتي يعني كنت أغير بريكو لنا بريكو لنا خدم مع هذا خدم مع هذا سيلا لي الله وخدمت لا داعي أنا نذكره المهم هو الاستفادة من هاد القيصة كان عودا بكل ثقة في نفس لأن دوزت واحد مدة طويلة في الحبس وقريب إن شاء الله نخرج يعني صافي وليفت سيجنت اكسبتت لشنو طرع ليه فهمت شنو طرع ليه وتعيشت مع الوضع يديلي في السيجن الحمد لله من اللي استقريت خدمت كريت خريت 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 من الدار اللي كنت فيها ومع الواليدين ديلي ومع أخوتي وذلك شيء خريت خريت رأسي بديت نفرش داري شوية بشوية ومعما كان نجيب باقي كان نجيب البنات سين جيب البنات حتره واحد النار واحد البنت واحد البنت بغيتها معرفتش مع مرة طرعت ليه ولكن هديك بغيتها طرعت طروليه معا شي بلانات اللي بغي ما حصيت بها بنت الوقت وقلت بيسكو أنا خرجو دابان ونستقر باركة من الفاليات ونشد طريق الله ونشد طريق الطوع والخير وذلك ما يريد الله أظرت مع ذلك البنت قلت لهم أن أرغب بمناس وعودت لها كل شي قلت لها أنا هناك في دائرة ومع ذلك ظنود بوسطة ومع ذلك ولكن أريد أن أرغب بمناس أريد من الناس اللي سأستقر معه لا أريد أن أخرج معك لا أدرج معك أنت عارفوا من أحد المدة يعني لا يوجد ضرورة أن أخرجوا قلت لهم لن ندعها أنت تعرفوا أنا وياك ونظروا حقلياتنا ومناسبين أو لا وننتوقعوا قلت لي أولا تضالين آمين مرحبا قلتنا مرة واحدة في قاوة قلتنا مرة واحدة في قاوة بعد بقى بناتنا غير واتساب غير واتساب وواتساب كانت ضرب بناتنا الذين يساديوا في العناة وكانت ضرب بساعات مطالة جدا خلال الحوارات تشتري بالسيدة من هذه الائلة عندهم عائلة كبيرة وعائلة فخمة والسيدة تبارك الله والدين لا يجعلونها تبارك الله شخصية كبيرة في البلاد لديه مقام كبير ومهاتبت تبارك الله وعائلتهم غير تبارك الله غير الناس الكبارة أنا كنت من العائلة ضعيفة خدام ترون كيلسة لا أعرف العائلة كبيرة وشخصية كبيرة عائلة بسيطة ومعارفين عائلة شعبية مالذي دخلنا في الصحة المعقول في الجواج أنا كنت في واحد القاعدة وهذه القاعدة اللي خلتني مور القطبانة مكرداش ونقدر نغرق راسي لأنني نبن وخاك كيف قلت لكم أنا كنت في مواقع شعبية كنت في حي شعبية وكابر في حي شعبية وكنت عندي خدمة مره نخدم مره نخدم كنت سيلا كنت نخرج مع الشي بنت كمشين موت في الفلوس نكذب على هذا ونكذب على هذا ونضبر على الفلوس ونكريطة موبيل ونحط شيك ونزه ومده انتفاق معليها وكذا باش تطمع فيها وتخرج معها كنت أخذ هذه لم أصنع لا بدأت معها ونزه في المصول بأمنا وما نمت بطوء ونزه في الداخل فأنا أرى إلى فهمية ونزه مدهو فلنزه في الداخل فلنزه في الداخل ونزه في الداخل وانتبه لأدون ومشكلة فهناك فأنا أرى العدد عددنا ونزه كنت أرى طبعاتi في الزواج ماذا يريد لك واذا يريد لك انا نحن نتنم أنا والدي والتأتي ماذا يريد نشوفهم وامقص معهم ونأتي انا نسلف ونتلقع ونشرحه حلوه كتابه ودفع لهذا الشيخ وخده المال من عنده ونởع لهذا السلحه وجمعت المهمة المال لذا اريد لأشارة الاف درهم أريد مجرد الحلوه ونشرحه ونضر الوالدة تكشيطها والوالد نقري لي الكوستيوم ويبانون الناس كلاس فعلا ماشينا عندهم قاوكي يدرون مع الوالد فوالا مع الوالدة عندما يجا قررت المالين تطار شنو يقولو شنو ما يقولوش انقلسنا عجبوهم الحال بنتليهم شخصيات بدك يسموني باف وشخطة مولدي ولكن كدبت على بابا كتي مويم انا مسؤول في حت الشركة ديال ريزو شنية الشركة هذه عارف الشركة الوحيدة اللي كان في البلاد اللي يتيه سالة المغرب ونرهنا ويقولي ايانا كان عرفوا عدة سيتموش كتعرفو قللي المويم ان اخدم ديستانس يعني اندي علاقة بالتكنيسان نقدر يكون اذا كان عنده علاقة او كان فعلا جاب الله قللي اخدمت اللي راحت راتفاليالون في الادارة ديلالون فأنت انا لم عندي شي عالقة بالإدارة لاناندي عالقب للإنستاليسان والتكنيسان ووالا مويم في الاقتراسي فاتي من اللي خرجنا تفهمنا فوقاش يكون العرص فوقاش يكون كده قيت كان فكر خسني السلاق خسني طموبيل خسني الدار خسني هادي خسني هادي أنا كان مزيغني الكارنيتشيك هزيت واحد الشيك طلعت للدار بيضا مشيت لعند واحد السيد كان عارفو في القريعة قلت لي ربعتني تقدام عندك تقريبا شي 40 مليون ديال السلاحة هذا السيد كان عندنا معاها شي معاملة تقديم بزاف قلت لي يا مرحبا سيدة مرحبا واشا عندك شاي قلت لي يا تفهمت تانويات قضينا الغارض الزيتان هذه السلاحة بعتها لواحد الساعة أخر بعتها تقريبا بواحد جدد المليون زيدة ما حاجم معناها سيدنا 42 مليون 42 مليون مشيت عارس من طنطن عارس من طخم ضرق تلي عارض ديالي ويا رمشي ديالي تخربيق تخربيق باش نبان قدامهم مشيت بطموبيل الكلاس قلت لي عارض ديالي أعطيتها أربعة المليون في الصداق ديالي عمرتها بالفراش المزين كل شي بيخير كل شي مزين بدين الحياة ديالنا كان مول الدار قلت لي ما جيش عن ديال الدار أنا نصفتك فلوسك ديركتو من الكونت صداقت غاديمها بشي كرياء كونت في البنكة وصيبنا لي كونت عباش مقانفيرسالي وميجيش عن ديال الدار والوراق ديال موضوك ديما كانت سنناهم ميجيش نجيش لقلب الكازي ديالي نجيبد الوراق باش ما تشوفش اسمية ديال موضو فلان حيث أنا كتلاق الدار فلان ويا صبح على العديد ما كانتش كتبحت معي في بزافة شي وريني العقد وريني التيتر وريني هذي ما كانتش كتبحت معي معك يا براف الخير ودك شي بلاد ما ما فيش شك مهم الوقت بدت تدوز والفلوس بدت تتقل الوقت تدوز والفلوس كتتقل خسني معي ما كانتش خدامة هي كانت كابرة في الخير الفشوش دير لها صالير دير لها خمسة الاف درام في الشر خسا تخرج وبالنفس مرضاش تقول يا طاني يقولها هاك خسني نسافر هنا خسني نخرج هنا خسني نمشي هنا خسني نمشي هنا دير معروضة اللي هنا معروض ديما وتكاشطوا الفلوس والحويج 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 والمغرق راسي قالوا كالوقت تدوز ودك سيد مول سلا أذكرها صافي بدلت عليه النمرة وبلوكيته والشيك عطي إليه والشيك موقف وعطي إليه وفيه دل الله هو قل صافي بدلت عليه ويجيب لي رزقه وذلك شيء واحد نار ويتصل بيه ما عافت تدبر على شيء من أخرى ما عافت ويتصل بيه تصل بيه وفيه شريف لابسه عليك وش بيخيك وش مزيانك وش يوادك وذلك الأمانات سبارك الله فيه وصلات وراها محتاجها ووقف عليها رابعين تقدش يسلعه وذلك شيء قلت عطي إليه وحد يومين جاء عندك قلت عطي إليه وغان جاء عندك إن شاء الله وأجب لي وقلت لك کفافية تكون أعني لنnal crimس ذلك ليس أطيه عليكم الحلول تم كريت رابع الجد تم كريت تجمع التجمع تقريبا مستشعر إن لم ينتمن بتجموطتها إلى 15 يوم مظاهرة على ما يقومون بقية للتنظر وعندما يمرون بقية للتنظر لا يمكنهم أن أخرجوا الوضع وعندما ترغبون وإنه ينقومون بقية للتنظر ومن المظاهرة على ما يتخلص نحن ذلك ونحن ذلك ونحن ذلك وكذلك يقلب الـ GPS ونحن نحيض ومعلمين يحيطون الجي بيس وكل شيء مهم بقيت اجمعت الفلوس وخلصت الاخر ولو البوليسكي عيطلية كيف انت مدكلاري بثلاثة الطموبيلات مثل واقعين ماذا تربي تنزل عندما تكونك تخلوض تنزل على ربك كيف انت مدكلاري ثلاثة الطموبيلات مثل ما تدير انت في الحياة ماذا تفعل من الأول وان ارى طموبيلات نبيع ونشري في طموبيلات وان ارى الوراق بقى في الطموبيل وليس لدي لي اصدقائها ومن ذلك وجدت شريطة الطموبيل لأجد اهل الصفرية وان اقترى انت قام بتسركلتها وكيف انت في تسرق بالطموبيل وانت باقي شريطة الطموبيل غير يardين فيها تقولي سيرتا نعتقدون انتصلوا بك ولا تخير من البلاد انا اعتبرت سيدي وانت دبقى يدري الانت بقى أحد ستشعور وانت بالبحاثة يجب أن نرمجوا عندي البوليس الكثير السلام عليكم وعليكم السلام يلا عبعنا مرحبا كل شيء هو ذلك أولا عندك شاك بدفع شاك بدون راسي ثانيا انتاق بالضبط اللي جتي تلكلاريتي لنا ثلاثة طموبيلات مسراقية وثالثا متبوع بالنصب والحتيال قلت له مرحبا سيدي شنو كاين شنو كاين شنو كاين عاي طول ذلك مول الطموبيلات مول اللوكاسيو قلت له مولا ونحن نرى ونحن نرى لأنك تكون تقوم بشكل تخربك ونحن نرى مع والدي ونحن نرى انا اتشي كامل اتخربك كامل لكي لا نبنس ضعيف قدام هذه العائلة ونبنسهم دائما لابسهم دائما برزقها ومع مرات تحتاج الوالديها غمرت برأسي وما غمرت لكي نخربك قلت غير كان يخربك ومع ذلك ونحن نضيفك ونحن نضيفك ضربت مدة طويلة تلك الحبس أنا قولي أول ونخرج إن شاء الله وانزز باش المحاميين وحقها وحشنو 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 وطعوني هلأ اول مرة اندوز الحبس وما عنديش كازي جي دي سياق ومعنديش صوابا وطعوني واحد مدة اللي بنادم رعا شهرين دير الحبس والله يتم وصيبها كحلي طلقاتني المرة ما من اللي عرفتني كان ديرتشي كامل ما قلت سلارة كان كيديرو على قبل طلقاتني غيابيا جاندين محامي تل الحبس ما نطورش عليكم هاتشي كامل للناس اللي بغيتني نقول لكم ما تكونوا عارفينهم باللين الناس رمخسكش تخلوض وركن كان نهضر مع الناس مولين نفس خويا لا يكلفوا الله نفسا إلا وسعى هذه اللي ما كنتش كان فهم أنا وهذه هي علاج دوستان الحبس كان شكركم بساف اشتركوا في القناة